اتت فكرة الديمقراطية لمنع احتكار السلطة لشخص اوفيه منهية عهد الديكتاتوريات في الدول التي تبنتها كنظام سياسي لكن مشروع الدولة الحديثة في العالم الاسلامي ما زال بعيدا عن التكوين بالرغم من وجود بعض التجارب التي ظهرت الى النور جدالية كبرى كانت وما زالت حول الاسلام والديمقراطية حيث يرى جمهور من الرفضين للنظام السياسي الحديث انه يتنافى مع مبادئ الاسلام عامة من فكرة الحاكمية الى كثير من القواعد الشرعية النظمة للحكم في الفقه الاسلامي ليصل التشدد حول ذلك من جهات الردة الديمقراطية على انها دين الغرب وطريق للتخلف بينما يرى فريق اخر في الديمقراطية روحا من الاسلام بكيفية تعاطيها مع الانسان وفكرة عدم التمييز بين الناس على حساب العرق واللون وسواهما من الادوات العنصرية التي ينبذها الاسلام والانسان ويذهب هذا الفريق الى الاستشهاد بقواعد دينية ايضا ومواقف للسابقين تبرز عدم التعارض بينما يطالب اخرون بفصل الدين عن السياسة من دون ان يتأثر المجتمع بتلك التوازنات ومحدداتها ما ينعكس ايجابا على الفرد في الدولة الحديثة وبين هذا وذاك يختلف القائلون بالديمقراطية والاسلام ويعطي الواقع امر مغيرا فتفشل التجارب في تحقيق دولة ديمقراطية في معظم دول الربيع العربي ويجهض مشروع تونس ومصر نتيجة عوامل عديدة ردها البعض الى سوء التطبيق ورأى فيها اخرون انها حوربت بفعل الثورات المضادة لاثبات ان التجربة غير قابلة للظهور ومع تعدد دول الربيع العربي وتوسع الاهتمام بالشأن العام باتت قضية التحول الديمقراطي ربما تكون استحقاقا لتلك الثورات وتضحياتها ولكن كيف يمكن ان يكون شكل ذلك التحول في ظل واقع مجتمعاتنا وحالة الدين فيها ترجمة نانسي قنقر ولكن! تم أين كل Wirtschaft حلت من wiello في مدى Color عمل حسنا 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 شكرا